بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله وجئنا إلى فقرة الفتاة ونسأل الله جل وعلا ألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين ورد إلينا سؤال من مشاهد كريم يقول ما حكم الكوميكسات الساخرة الموجهة لنقض أشخاص معينين على مواقع التواصل الاجتماعي أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد بأن الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم في صورة الآداب في صورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الكوميكسات التي يعتخذها بعض الناس سخرية من الأشخاص الآخرين هذا لا يجوز بحال من الأحوال وهذا أمر محرم لأنه من باب السخرية ومن باب الاستهزاء طالما أنك تهزأ من الآخرين هذا حرام وحرمه الله سبحانه وتعالى بنص الآية الكريمة لا يصخر قوم من قوم فالأولى والأفضل أن لا نفعل هذا وقلت الحضراتكم يمكن قبل كده كلنا سنسأل بين يدي الله عما نكتب اللي بتكتبه على صفحات التواصل الاجتماعي هتسأل عليه ما من كاتب إلا سيبلى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه تشوف يوم القيامة تبقى فرح ومسرور بما كتبت في الدنيا فاتقوا الله فيما تكتبون واتقوا الله فيما تعلقون والله تعالى أعلى وأعلم ورد إلينا سؤال آخر من مشاهدة كريمة تقول فيه هل يجوز تشغيل الميكروفون الخارجي للمسجد قبل الصلاة على محطة القرآن الكريم وكذلك أداء الصلاة الجهرية من خلاله أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لا بد للإمام أو للمؤذن الذي يعمل في مسجد تابع لوزارة الأوقاف أن يتبع التعليمات وأنا كإمام من أئمة وزارة الأوقاف وأشرف بانتماء لهذه الوزارة العريقة عندنا أوامر أنه لا يعمل الميكروفون الخارجي إلا في الآذان وصلاة الجمعة والعيدين فقط يبقى الإنسان الذي يشغل ميكروفون خارجي في المسجد قبل الصلاة هذا مخالف للتعليمات ويجوز لولي الأمر أن يقيد المباح يجوز لولي الأمر أن يفعل هذا وأن يقيد المباح ولي الأمر وزارة الأوقاف أصدر أمر أنه لا تشغل الميكروفونات الخارجية إلا في الآذان ليه؟ لإعلام الناس لأن سنن الصلاة قبل الدخول فيها حكتين الآذان والإقامة إحنا بنعمل الآذان والإقامة في الميكروفون الخارجي عشان يتنبه الناس ويأتون للصلاة وكذلك في يوم الجمعة فلا يجوز لعامل المسجد ولا لمؤذن المسجد أن يشغل الميكروفون الخارجي لأنه يخالف التعليمات والمعروف عرفا كالمشروط شرعا والله أعلم ورد إلينا سؤال آخر من مشاهدة كريمة تقول أختي مريضة بالسرطان وعلاج هذا المرض مكلف جدا وهي ليست لديها إمكانيات تكفي للعلاج وابني يريد أن يتبرع لها بثمن الأضحية فهل يجوز هذا؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا الأضحية فقال إنها سنة أبيكم إبراهيم وقال الله له في القرآن فصل لربك وانحر وهي لمن كان ميصور الحال من معه مال ويستطيع أن يضحي فليضحي يدبح خروف في يوم العيد أو سبعة يشترك في بقرة أو في جاموسة أو في بدنة اللي هو الجمل يجوز هذا سبعة يشترك في البقرة أو البدنة وواحد فقط عن الخروف يضحي عنه وعن أهل بيته عن زوجته وأولاده هذا الأخ الذي معنا سؤاله أن خالته مريضة ومرضها مكلف ودواء هذا المرض مكلف فهو يريد أن يتبرع بثمن الأضحية لخالته أقول افعل ولا حرج ولك الأجر والثواب عند الله جل وعلا ليه لأن الأضحية سنة ولأن انت هتقدم صدقا وهتقدم صلة رحم لخالتك المريضة في ميزان حسناتك إن شاء الله وربنا يتقبل منك أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم أمين أشوف حضرتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة